اشتركوا في القناة على مأسسة التدبير الرياضي عندما نتحدث على الشركات الرياضية نكون مجبري على أن نخضع كل ما يتعلق بالرياضة إلى القواعد العدل الضريبي وهي مرتبطة بالمنتوج الاقتصادي والمالي والمنتوج الرياضي عندما نتحدث على الضريبة وهي هذا كل مبلغ الذي يتفرض من طرف المشرع إما على الأفراد أو على الشركات أو على المؤسسات الاقتصادية بالغاية يتمويننا فقط العمومية وتقديم هذه الخدمات العمومية بشكل يكون يوفر لنا السيولة وهذا الضرائب هذا هو معروف عند جميع الحال العالم طريقة جميع الضرائب أو استخلاص الضرائب تكون بداية أولا بالإقرار يعني هذا الملزم بالضريبة ذلك اللي يخلص الضريبة نسميه الملزم وذلك الملزم يقوم بعملية الإقرار يقرر الإدارة الضرائب بأنه عنده مثلا هذا الداخل هذا عنده مثلا هذا المنتوج هذا المالي السنوي أو الشهري اللي من خلاله يتم اقتطاع هذه الضريبة أو مما عن بشكل مباشر أو عن طريق التحصيل وهذه مصطرة معروفة أو إجراتها معروفة أنواع الضرائب يقدر يسول شي حد نازل الرياضة يقول شنو هي هاد أنواع الضرائب يعني الضرائب المفروضة على الأندية والشركة الرياضية شنو هي ما كتخرش هاد أنواع الضرائب بشكل خاص مثلا على ما هو معروف متعرف عليه كان الضريبة على الدخل وهي كتفرض إما على الشخص اللي كيكون عنده كيحقق واحد راتب مؤيين واحد الدخل ولا واحد الأرض ولا واحد الربح ولا شي فوائد ولا مكاسب ولا إجارات ولا استثمارات كتدخل عنده وكتدخل عنده يعني دخلات عنده دخلات الليه والله تعده وكتدخلات عنده في الدم المالية دياله وحدها من هذو اللي تتكلمنا اليوم وبالتالي هذه المسألة هذي كتكون عليها واحد دريبة كتتترى وحما بين 10 و 38% وكذلك هالدريبة على الدخل كيخلص أحد كذلك الموظفين هذي الموظفين في الأجر ديالهم ويكون عندهم هالدريبة هذي كانت الضريبة الأخرى اللي هي معروفة ويأكيدة وممكن كل شيء في طرق مستهلكين لأن الكل مستهلك إذا ما كانش مستهلك إذا كان مورد هنا فهو مستهلك هنا ولكن كله كيخضاء هذه العملية دير الضريبة على القيمة المضافة واللي هي معروفة بلا تيفية وهي نوع من ضرائب الاستهلاكية تحتسب بشكل في المغرب في النسبة دير 20% هنا إذا هضلنا بصفة عامة تكلمنا على هذه الضرائب بصفة عامة نقوله شنو هي هذه أنواع الضرائب ممكن تكون علىها رياضيا بالضبط نخصوه أكثر كانت الضريبة على الدخل كانت الضريبة على الخيمة المضافة كانت الضريبة الملكية مثلا شركة رياضية أو جمعية رياضية عندها أصول تابتة إما مباني إما عقارات إما مرافق رياضية تابتة يعني غير متحركة تابتة عندها واحد الأرض مثلا لكن لمهم بني أشعر كانت تسمى الضريبة على الضرر الضريبة على الأرض الغير مبنية تأييكينا كتخلص الجامعة الجامعة اللي كتكون فيها سواء كانت الجامعة يعني الجامعة اللي كتكون فيها هي اللي كتفرض هذه النوع الضريبة وكان كتلك الضريبة دي اللي رسم على تكوين مهاني هادوون الضريب اللي يمكن نقوله يمكن لهم بشكل عام كيتطبقو في الجانب ديال الرياضة عندما تحدث على الضربة على الدخل تحدث على الضربة على العقود دي اللاعبين والعقود دي المدربين قد تطبق عليهم هذة الضربة هذه وبالتالي في المغرب يمكن لدينا أن المستخدم سواء كان جمعية أو كان شركة رياضية هو المسؤول على احتساب ودفع هذه الضربة على الأجور والرواتب لحساب اللاعبين ومدربين وكي يسلمها الإدارة الضربية المعنية في حالة كيف تحسل هذه الشركات الرياضية في المغرب والجمعيات الرياضية في المغرب بأنها هي وفية في أداء الواجبات الضربية طبيعة الحال الجواب بشكل قطعي ما هذا يكون ولكن كما هو معلوم بأنه أغلبية دي الشركات الرياضية والجمعيات الرياضية قد تكون أنها كنسمع بلنا عندها عوائق مالية ومشاكل مالية طبيعة الحال يمكن يكون عندها واحد نوع من الإخلال في الالتزام بهذا الواجب الضريبي وهو واجب تضامني واجب ملزم ما بي أنها تدروا ما يمكنش فيه مسألة دي الاستثناء فريق على فريق نهائيا وبالتالي في حالة ما مثلا إلا كانت هذه الشركات وهذه الاندية الرياضية غير ممتتلة السؤال شو ممكن قاعد نديرو لهم شو ممكن قاعد يوقع لهم طبي الحال هناك كالغرامات وكالضائر وكذلك يمكن يدير المصادرة أو الحجز على الحسابات البنكية وعلى الممتلكات دي هذه الشركات الرياضية في حالة ما كانت هناك ديون ضريبية غير مؤدات يطرح السؤال الجامعة المالكية المغربية كرة القدم بالخصوص إذا كنت تكلموا على كرة القدم وش عندها شيء دور هاد عملية الرقابة أو التحفيز أو المساهمة في جهل هاد الاندية هاد الشركات الرياضية وهاد الاندية وهاد الجمعية الرياضية يكب بأنها ملتزمة طبي الحال الجامعة يمكن لها تلعب دور مهم جدا فأنها تفرض بامتتال هاد الشركات الرياضية وهاد الاندية لهاد القواني وهاد الانظيمة هادي مثلا تفرض مثلا قبل من نقبله بأنه تقبل الجامعة بأنه مشاركة في البطولة مثلا الاحترافية على أنه في ذاك الملف دي الأول سنة الرياضية على أنه يجيب إجاب واتقة كتما الإبراء الضريب بمعنى أن هذه الشركات الرياضية وهذاك النادي مثلا اللي هو والذيك الجمعية الرياضية بأنها هي قامت بأداء المواجبات الضريبية دي السنة اللي قبله بالتالي بأن هذاك الإبراء الضريبي ممكن يكون بمثابة فرض إجرائي كيدفع بأنه يكون واحد العملية دي الوفاء بالأداء الضريبة كذلك يمكن أن تساعد الجامعة عن طريق المنشورات عن طريق اخترارات تكوينية عن طريق التحفيز عن طريق دوريات لخلق واحد وعي جماعي بالنسبة لشركة الرياضية والجمعية الرياضية فتحطرهم القوانين الضريبية وتكون قدوة نموذج في طرق تخليق الداتي اللي هو مؤسس عدتاني مرة أخرى على مسألة تصير بالشفافية والوضوح وضبط محاسبة ومسك محاسبة مضبوطة الاعتماد على محاسب معتماد الاعتماد على تقريد المراقب للحسابات وبالتالي هذو كلهم مسائل اللي ممكن أنها تكون بمثابة فرض إداري العقوبات على هذه الشركات وهذه الجمعية الرياضية اللي هي مثلا مخلة أو لأنها تتغرب على أنها تؤدي الواجبات الضريبية سؤال يمكن هل يمكن وضع برامج لتعزز الامتتال مثلا لهذه الشركات الرياضية والجمعية الرياضية الوفاء بالواجبات الضريبية في المغرب نعم يمكن نفكره بشكل جامعي ويمكن كذلك الجامعة تضع واحد برنامج يرمي إلى خلق الشفافية والمساءلة المالية الداخلية بشكل تعال رياضي اللي يكون أنه يعطي إمكانية الاطلاع المسبق أو الاطلاع المتوازي ما بين المحاسبة اللي تكون عندها والمحاسبة اللي يتم تمكن منها الجامعة باش تطالع عليها أو كذلك إدارة الضرائب وبالتالي على أنه تكون هذا البرنامج يشفى المساءلة المالية برنامج لكي يخلي بأنه تكون كضوابث ذاتي يعني أنه لما نقلب وأنه نقول لهم دير وأوتوماتي يخصوه دير ويتشجل علي بأنه إما عنده اللون الأحمر أو اللون الأخضر أو اللون البرتوقالي كرقابة عن بعد ونحن كنت تتكلم على التكنولوجيا الحديثة وكنت تتكلم على الدكال الصناعي وبالتالي يمكن أن تكون هذا الرقابة المالية على الشركة ريادية وجمعية ريادية ممركزة عن بعد من طرف الجامعة لتخلينا بأنه نشوفه ترش من درجة كين هاد نعمل انضباط عند هاد الجمعية ريادية كذلك تحمل حملها دي التوعية مشي الشركة ريادية والجمعية ريادية كذلك اللاعبين والمدربين ونميز ما بيلاعب الوطني واللاعب الأجنابي ونشوفو ذاك العقش وطبع هنعرفوا بأنه ما كيش الزواج يتضريب وش هاد يخلص الضريبة هنو يخلص هاله وبالتالي هاد الوعي هدا يخلص يكون عندنا باش يخلي بأنه هاد اللاعب ودك المدرب بأنه يعرف بأنه هاد الدخل دي لو دخل فيه واحد النسبة دي الضريبة اللي يخلص ها وبالتالي لأنه فاش ما كيخلص هاش كيكون وقد المساءلة الضريبية ولما لتال المساءلة دي التهرب الضريبية من ناحية الجنائية ولما لا المساءلة الرياضية والمنع تعوش أنه مرة أخر يتعاقد معاشي فريق خر إلى ما كانت عنده وضعية ضريبية سليمة موسائمة كيف تكون أطور مسيرين عندهم رياضية عندهم إلمان بشؤون المالية إدارة الضرائم مجلسة الجوية الحسابات الانديا الشركات الرياضية الكلية وكذلك الصحفة الرياضية من أجل خلق فكرة واضحة بسيطة ولكن مشتركة ومتفق على إجابة تنزيلها واعتبار بأن التهرب الضريبي بمثبت خط أحمر يمكن يخلي هذا الرياضي في مصف الناس النظاميين أو يخلي هذا الرياضي في مصف الناس المتهربين ضريبيا وهي ممكن أنها تمس بالقيمة والسلوك والأخلاقي من حيث الشفافية ممكن يطرح سؤال كذلك شمية الإجراءات اللي يمكن الانديا والشركات الرياضية تديرها باش أنها تكون نظامية وتجنب أنها تحفظ العقوبات سواء كانت عقوبات ضريبية عقوبات إدارية عقوبات جناعية أول وغير تكون محاسبة ومسوكها بشكل واضح وشفاف ويفق المعايا معمولة بها قانون ثانية حاجة تحفظ على جميع السجلات وجميع الوثائق لمحاسبة باش لكان شي مراجعة ضريبية ولكان شي تشكي أو لكان شي واحد نوع من الخلط أو تزيف في المعاملات الرياضية ومشي جاء أخرى يكونوا ذوك المعطيات اللي كينين عندك النادي عندك الجمعية رياضية أو شركة رياضية بمثابة وسيلة موسائل يتبت بأنها هي غير مشاركة أو أنها هي بعيدة على هذا الممارسة المنافية للقانون الضريبي الرياضي الدفع بأنه الالتزام الفعلي من طرف هذا الاندية وهذا الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية لأداء الضريبة في الوقت تعم طبية لحال الأداء كيبدأ أول حاجة بالإقرار والإقرار الضريبي هو كيكون كيتضمن المعطيات اللي كينا في الكتاب اللي كيتشجلو فيه جميع كيتمضفر الأستاذ كيتشجلو فيه جميع العمليات الواردة يعني كيتشجل سواء لتم دخلات في المحاسبة أو لخرجات من صندوق ديال الشركة الرياضية أو ديال الجمعية الرياضية وبالتالي هذا التصاريح هذي تكون تصاريح شفافة وكتعكس الواقع ما يكونش فيها أرقام هي من صنع مثلا هذه الجهة من أجل مثلا خلق واحد من صورة بأنها عندها الدخل أو خلق صورة بأنها عندها مصارف أو المسألة الأخرى يجبون الاستعانة بدوي الخبرة دائما بدوي الخبرة في المجال المالي والضريبي هما السند في جعل بأن هذا الاندي والجمعية الرياضية بأنها غادية في الطريق الصحيح المسألة الأخرى أي جديد يتعلق بالمعاملات الرياضية والتجارية التي تقوم بها الشركة الرياضية أو الجمعية الرياضية يجب إشعار بها إدارة الضريب فورا وأنه فيما يتعلق بالتيفيا بأن خصوصا بأن الشركة الرياضية إنما تستخلص لتقدم هناك تشد هذه القيمة لتعطيها الجهة المعنية وبالتالي أن هذه بعض نقاط لكيبين بأن يجب أن يصل على الضوء وخصوصا فيما يتعلق الضريبة على الدخل هل مثلا العقود الرياضيين والمدربين هما مصرح بهم هل يتم إخضاعهم لهذا الضريبة هل هذك شركات رياضية كثيرة لأن نحن تكمل شركة مساهمة وشركة مساهمة في التدبيل المالي كالتخضع الواحد الصرم ممينة هل يتم فعلا وضع هذه القواعد وتنزيلها بشكل سليم هذو هم المسائل الممكن أنه يتصل فيهم الضوء فيما يتعلق الجانب الرياضة في المغرب وخصوصا كرة القدم